موسيقى موسيقى خلينا نبتدي من فكرة الولادة لماذا ولد المسيح من عذراء نعم هناك ميزات في المسيح منها الولادة العذروية أنا بتسأل يعني المسيح لما ولد كان في رجال وكان في نساء العالم مليانا بالرجال والنساء وكان ممكن أن يولد من تزاوج رجل بامرأة لكن لماذا ولد هو لوحده من دون العالم من عذراء فهل الله بيصنع معجز بلا هدف لابد من يكون فيها ما لازم نقول إنه معجز وبس في غرض الله قصده في ولادته من عذراء وهذا الغرض كان باختصار لكي ما يأتي المسيح لا من طبيعة البشر الساقطة ما هو ابن آدم من أبوين أرضيين حتى يكون طاهر طهارة مطلقة ليستطيع أن يفدي البشرية صار هو حمل الله المذبوح من أجل خطايا العالم والذبيح يجب أن يكون طاهر خالي من كل عيب فالمسيح ولد لم يرث خطية آدم التي يرث كل إنسان في هذا الوجود عن طريق طبعا التزاوج من رجل وامرأة فهو مولود المرأة حبل بيه طبعا بالروح القدس والذي يأتي من فوق هو فوق الجميع نعم فالمسيح جاء من السماء وحلى ضيف في أحشاء العذراء وولد منها للعال وعاش بيننا كإنسان حتى وصل إلى سن الثلاثين عام وهناك قبل أن يتحمل فدى البشرية بموته على الصليب ترجمة نانسي قنقر